جنة لا معاجل جنة لا معاجل جنة لا معاجل جنة لا معاجل معكم حلمنا يكبر ونعشلها من الوقت أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين الصباح الخير والسعادة والهنى والسرور وراحة البال وطاعة الرحمن أسعد الله صباحكم في هذا اليوم في هذه الإطلالة اللي نطل فيها عليكم من جديد وكل يوم لنا جديد فمن واقع الواقع لا نتحدث إلا بالواقع قبل البداية نجدد عهدنا وولائنا لخالقنا جل وعلا بأن نقول اللهم أني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك يومنا مختلف جدا سيكون لدينا الحوار النافع المفيد مع ضيوفنا المتواجدين معنا في هذا الاستوديو اللي الحقيقة حضورهم هذا اليوم أثلج صدورنا العديد من الأخبار سوف نلقي بقعة أو سوف نضفي عليها شيئا من الضوء وسنتحدث عن مبادرة هي الأجمل عن مبادرة من المبادرات التي نعتبرها مبادرة خير ومبادرة نمى ولكن قبل الحديث وقبل الإقلاع بكم مع ضيوفنا المتواجدين معنا في هذا اليوم خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى اللي راح نفتتح في حلقتنا هذا اليوم مع أبو علي اللي أقول صبحك الله بالخير يا طوي الله يصبحك بالخير ويحييك وحيي ضيوفنا الكرام والحمد لله السلامة الله يسلمك ويعافيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا بِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم بالمناسبة هذه الآية واضحة المعالم الناس كله إنسان يقول ليش عنا أبتلاء ولا يبتلاء للمؤمنون أكثر بلية من الخلق العنبياء ثم الرسول ثم الصالح من العباد ولا نبلو أنكم بالشر والخير فتنة فهذه الصورة عظيمة جداً وتذكر الناس أنه ما كل أن البلية هي حتى يتمحص الإنسان إلى الحق وإلى طريق الحق ويعرف لذة العبادة الله سبحانه وتعالى نعم الراحة هي في الجنة أما في الدنيا فبد أيضاً نتناوش بعدين